دي لي بقى الماكريفون كده ما فيش ماكريفون زي بتاعه ده هقول لك انا بسم الله الرحمن الرحيم والله العظيم لا تتحاسب يا عبد فتاح وكل هيتحاسب انت وعمر اديب اعمر اديب رجع تاني ولميس كلكم هتتحاسبه يا ابني ما تهددناش يا اسطح ما تأملش معنا كده احنا يا حبيب احنا شعب عقيدة دين قيم حقيقية ديمقراطية انتخابات سنديق تعبير عن الرأي وانت سنديق نقل الموتة نحن الحياة وانت الموت نحن الحب وانت الكراهية نحن القيم وانت اللا قيم نحن كل شيء وانت لا شيء لان احنا ابناء اهدي الارض نحن لما نقلب يا اللي بتقول دي احنا شريف كل الشرف انا اعرف رعاصة قاعد ترقص تلاتين سنة وفي اول برنامج تلفزيوني قالت لهم الله هو انا يعني الممثلة اللي عاملة فيها شريفة كانت لما احصى صبتنا في الحتة الفلانية يعني هي رعاصة بس بتكلم على زميلتها فانت والشرف خصمان لا يلتقيان ابدا وانت والكرامة لا علاقة لكما ببعضكما وانت لا شيء وجودك عدم وفنائك عدم انت اللا شيء وانت العدم كل العدم وانت الصفر وان كان للصفر دور فانت ليس لك دور في الحياة انت كذاب بدرجة كبيرة ونصاب بدرجة اكبر وحجاس بدرجة اكبر انت لا شيء ولا تساوي شيء لا تستطيع ان تنزل الى الناس تعرفهم انت ظاهرة صوتية محاطة بالدبابات ولا شيء نحن الشعب وانت لست شيء من الشعب انت جربو اتحكت في مكان في لحظة هلت من التاريخ اوعى ابعت ده رجالتك ابعت مخبرينك ابعت مخابراتك اعمل اللي تعمله واعمل زي مختار نوح ما بيقول لك اه مش عارف اه زوبع ونصر هيمشوهم وهيدغط عليهم ويمشوا يروحوا بس هيروحوا بلد تانية مش هرجعوا مصر كل الكلام العكس ده تنساه بس اهلا بيك انت كلاب مرحبا ديكا في النادي تعالى انا او طالب السادة اه رؤساء القنوات اللي موجودة في الخارج قناة مكملين وقناة الشرق وقناة وطن صح؟ بقى ان يخصصوا وقتا للاساز اه كابتن عفتاح السيسي يطلع معانا هنا اعملوا يا جماعة برنامج في رمضان احسن هيموت قوي بقولك احنا اللي بنزيع اكاذيب احنا اللي بنزيع اكاذيب عفتاح احنا اللي قلنا عفتاح انك هتعمل مليون وحدة سكنية عفتاح ومليون ونص فدانة عبد الفتاح وجيت امبارح تقول لهم مش لقيين حد يشيل عفتاح تكذب كما يعني تأكل وتتنفس افكرك عفتاح باللي انت قلته امبارح واللي انت قلته قبل كده قبل اربع سنين قلت ايه والنهار ده بتقول لهم ايه احنا اللي عملنا كده واحنا اللي بيعنا النهر النيل والنهار وسد النهار ده وروحنا قلنا مفيش مشاكل وعملنا كده من الذي فعل ذلك؟ مين اللي باع الجزر عفتاح؟ ومين اللي ادى الف كيلومتر مربعة لمحمد بن سلمان يا عبد الفتاح؟ ومين اللي غطى على تمثال ابراهيم باشا؟ الذي ادم اهل الحجاز في يوم بالايام عشان محمد بن سلمان عينه ما تقعش على تمثال ابراهيم باشا اللي رحقدمهم في يوم بالايام؟ ايه احنا برضو اللي عملنا كده؟ نحن الثورة وانت الانقلاب نحن الحق وانت الباطل نحن الباقون ان شاء الله تاريخا واسما وفعلا وانت الى مسبلة التاريخ وان فعلت ما فعلت والله لو ارسلت الينا تواريخ سا بترسلت تواريخ ولا بتنيل لو كنت بتعرف كنت عرفت في سينة جا تكميلة فاشل من يومك وابيح من يومك وماسك ميكرافون من يومك ظاهرة صوتي